ماذا علينا أن نتوقع باتخاذ خطوات وعقوبات ضد المدعى عليهم حسان دياب وثلاثة وزراء بالطبع حسب رأيي لا يمكن التوقع بشكل جدي معاقبة هؤلاء المسؤولين وهم أول مسؤولون يتم توجيه الاتهامات لهم والسبب بذلك يعود إلى اللعبة السياسية في لبنان وأريد أن أذكر أن الثلاث وزراء هؤلاء ينتمون إلى المعسكر الثامن من أذار ألا وهو المعسكر التاب الذي يهيمن عليه حزب الله وهو القوة التي تحكم لبنان بشكل فعلي الوزير علي حسن خليل ينتمي لحركة أمل سويا مع غازي زيتر أما في نانوس فهو ينتمي إلى تيار المرضى وكما قلت هم يتبعون وموالون لحزب الله وأيضا رئيس الحكومة حسان الدياب في ذلك المعسكر ولكن الغريب وهناك حسب رأيي أن بلدان في الشرق الأوسط أصبحت رئيس الحكومة فيهم في قفص الاتهام هي لبنان وأيضا إسرائيل وهذه نقطة أحببت أن أقولها ولكن فادي سوان القاضي المكلف بالتحقيق في هذا الملف قام بذلك بعد أن قدم توصياته إلى البرلمان اللبناني بصفته أحد المختصين بإمكانية اتهام هؤلاء المسؤولين ولكن عندما تبرأ وماطل وحاول البرلمان اللبناني عدم اتهام المسؤولين فإن سوان أخذ القانون ليده وقام بالإدعاء على هؤلاء المسؤولين وأيضا حدد لهم يوم الثلاثاء والأربعاء المقبل لجلسات الاستماع حسان دياب سيقوم فادي سوان باستجوابه في السراي الحكومي أما الوزراء فسيتم استدعاءهم إلى القصر العدل في بيروت إلى مكتب فادي سوان لكي يتم استجوابهم وأريد أن أقول أن الإهمال والتقصير وأيضا التسبب بالموت هي عقوب أو جرم كبير في القانون اللبناني يستوجب عليه يستوجب على من أدينا به بالعديد من السنوات في السجن ولكن مرة أخرى لا يوجد هناك دليل على جدية هذه الاتهامات نعم ولكن هل تم الاعتداء على حسان دياب لأنه لا ينتمي لأي حزب سياسي كما يتساءل البعض على الرغم من أنه لا ينتمي لأي حزب إلا أن الذي دعمه وقدم التوصيات للرئيس اللبناني ميشيل عاون بتكلفه بتشكيل الحكومة هو معسكر سياسي قوي جدا في لبنان وأريد أن أسرد رد حسان دياب الأول على اتهامه وقال أنه ينام مرتاح الضمير لأنه لم يقوم بأي شيء يثبت إدانته في هذه القضية وما زال يصير على أنه نظيف اليدين والكفين في هذه القضية وأيضا هذه لربما يسأل السؤال لماذا الآن اختارت لبنان إلى أن تحاكم وهي أول تقريبا بلد عربي باعتقادي يكون باتهام رئيس حكومة أو مسؤول كبير من هذا النوع والسبب حسب رأيه هو أن لبنان يواجه ضغوط كبيرة من الغرب بمحاربة الفساد وأيضا من الداخل يواجه ضغوطا من الشارع بمحاكمة الطبقة السياسية إذن الضغط من الخارج والضغط من الداخل دفع القضاء اللبناني إلى أن يقوم بمثل هذه الخطوة غير المسبوقة الخطوة الاستثنائية بمحاكمة رئيس الحكومة وخصوصا وأن الغرب يشترط على لبنان بمنحه الميزانيات مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية وأيضا متعلقة بالفساد وهنا أيضا أريد أن أربط هذا الأمر بالإجابة التي كنت بمنحك إياها لورين في السؤال الأول وهو أن علي حسن خليل أيضا مفروض عليه حقوبات من قبل الولايات المتحدة ولكن بقضية أخرى هي الفساد وأيضا التعامل مع حزب الله نعم الزميل الصحفي في I24 News عمر ربيع شكرا جزيلا لك